شيماء جمال المذيعة والإعلامية المصرية اللي تم قتلها طبعا كلنا كنا متابعين القصة والقضية ونقشناها هنا وفاكرين لما طلع قرار حضر النشر فجأة والناس بدأت تسأل ليه ليه بيحضروا النشر في قضية زي مقتل شيماء جمال هل يطر عشان جوزها مستشار هل عشان جوزها قاضي الحياة موقع عربي 21 انفرض بنشر تفاصيل قرار حضر النشر في قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال عربي 21 تكشف سبب حضر النشر اتكلم الموقع وكشف بالمستندات الحقيقة ايه اللي حصل وايه الأسباب وايه علاقة المستشار ده بشقيقته وشقيقته شغالة فين فانه جهاز اتمنى ما يطلعش المخابرات لكن تقريبا هو المخابرات حياة ناسف انا قلت شقيقته لكن هي بنته سيادة المستشار ايمن حجاج كان معاه شركة في القصة اتنين اضاء وبنته بنته بتشتغل فين بتعمل في مكان حساس في الدولة وهو جهاز المخابرات العامة دلوقتي خلاص اي حد عنده ظهر في البلد ما بقاتش الشرطة ولا المخابرات الحربية بقت المخابرات العامة حيث يقتن اللواء عباس كامل ومساعده العقيد او العميد احمد شعبان بنته الكبيرة بنت ايمن حجاج واثنين اصدقاء واحد في منصب رئيس مجلس الدولة هم المستشار ايهاب تمام احمر اسماعيل عن 46 سنة وهو ساعد المستشار ايمن حجاج القاتل في الهروب للسويس بعد ارتكاب جرمته القاضي الثاني اسم المستشار عادل عطية رسلان احمد وده كانت وظيفته انه يخفي المشغولات الدهبية لشايماء جمال الاعلامية المقتولة ويبدلها بجنهات دهب بعد ما باعها ده طبعا تم حسب طلب القاضي ايمن حجاج ايه اللي تم بعد كده بنت الراجل ايمن حجاج المستشارة او الراجل المستشار ايمن حجاج بنته شغالة في المخابرات العامة المصرية كانت بتحمل ايه بقى؟ كانت بتستغل نفوذها وفقا العربية 21 كانت المخابرات اللي معاها عشان تتنقل بحرية دون تفتيش او تحريات بين المحافظات وكان معاها ابوها اللي كان في الوقت ده ارتكب جريمة اتل بحق زوجته حضرتك تخيل معايا كده اللي حاصل انا واحدة شغالة في المخابرات العامة فباخد ابويا اللي هو عامل جريمة اتل وبامشي بعدي بيه من الكمائن وبوديه الحتة اللي هو عايزها لان انا في المخابرات العامة ولا يجرؤ احد انه هو يوقفني ويقول انت بتعملي ايه ولا رايحة فين ولا جاي منيه لان انا شغالة مع عباس بيه انا شغالة مع احمد بيه شعبان انا شغالة في جهاز المخابرات العامة انا شغالة اصدي مع محمود السيسي احمد شعبان لسه في الحربية انا شغالة مع الاستاذ وسيادة الايه دلوقتي المقدم ولا العميد ولا ايه محمود السيسي خلوه ليه ولا لسه فالست بنت ايمن حجاج شغالة مع المخابرات العامة مع محمود السيسي ومع عباس كامل وبالتالي هي بتتحرك بابوها براحتهم خالص من غير محد يقول لهم اي حاجة جريمة قتل رشاوي قضايا فساد مفيش حد بيقول لها انت بتعميلي ايه ولا اي حاجة خالص لان سيادة المستشار محمي في بنته اللي هي شغالة في جهاز المخابرات العامة المصرية فتقوم النيابة العامة العظيمة عندنا في مصر تعمل ايه سقول لك قرار بحظر النشر في قضية قتل الاعلامية شيماء جمال ليه يا سيادة النياب العام لانه يا جماعة ما يصحش ما يصحش ابدا ان احنا يعني نفضح واحدة شغالة في المخابرات العامة فاصابع الاتهام تروح لمحمود السيسي وعباس كامل يعني ده كلام برضو مش منطقي يعني حط نفسك مكاني انا كنائب عام اعمل كده ازاي ازاي يسيب قضية شغالة والناس بتتكلم عنها والبنت اللي كانت مخبية بوها ومتسطرة على الجريمة شغالة مع عباس بيه ومحمود بيه واحمد بيه طب ده يرضيك انت يرضيك ليه يا كنائب عام ان انا تقزي لا والله ما يرضيناش يا بيه يعني من الحقيقة لا ما حدش يرضى ابدا انتوا تقزوا احنا عايزين كلكم تتحكموا مش بس تتقزوا فسيانة النائب العام بياخد قرار بحضر النشر عشان يداري على الفضيحة اللي هتوصل لعباس كامل هتوصل لحمد شعبان هتوصل لمحمود السيسي نجلة عبدالفتاح السيسي لان البنت اللي شغالة معاهم ابوها ارتكب جريمة قتل وهي قررت تتسطر عليه هي واتنين قضاء اصحابه ده للأسف شكل مصر ده للأسف اللي بيحصل في مصر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة